أعزائي عزيزاتي تلاميذ وتلميذات المستوى الرابع المتابعين والمتابعات لقناة مريم التعليمية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن يتجدد اللقاء بكم في حصة جديدة في هذه الحصة إن شاء الله سنتناول النص الوظيفي الإدمان الإلكتروني لكتاب الجديد في اللغة العربية الصفحة 80 وقبل أن نبدأ أدعوكم إلى الضغط على الزر إحجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إذن نبدأ على بركة الله وكالعادة في حصة القراءة نبدأ بأول مرحلة وهي التهيأ للقراءة إذن نبدأ بأول سؤال ما الهوايات التي يمارسها بعضنا أو يتمنى ممارستها؟ ما الهوايات التي يمارسها بعضنا أو يتمنى ممارستها؟ إذن الهوايات التي يمارسها بعضنا أو يتمنى ممارستها مطالعة الكتب، تربية بعض الحيوانات، الصيد، السباحة، وبعض الألعاب الإلكترونية إذن أنتم هنا ستطرقون إلى الهوايات التي مثلا تمارسونها أو تحبون ممارستها إذن هنا قلنا أن الهوايات التي يمارسها بعضنا أو يتمنى ممارستها مطالعة الكتب، تربية بعض الحيوانات، الصيد، السباحة، وبعض الألعاب الإلكترونية إلى غير ذلك من الهوايات نمر إلى السؤال الثاني إذن السؤال الثاني هو ماذا يمكن أن يستفيد الأطفال من ممارسة الهوايات؟ ماذا يمكن أن يستفيد الأطفال من ممارسة الهوايات؟ إذن يمكن أن يستفيد الأطفال من ممارسة الهوايات العديد من المنافع والفوائد كتقوية الإدراكات العقلية تقوية الجسم المساعدة على التحصيل الدراسي إلى غير ذلك من الفوائد نمر إذن إلى السؤال الموالي إذن السؤال الموالي هو ألاحظ الصورتين وأصف ما تعبراني عنه ألاحظ الصورتين وأصف ما تعبراني عنه إذن هنا نلاحظ الصورتين نعم هناك أب وأم وطفل يحمل هاتفا ذكيا وأظن أن الأبوين يحاولان أن يقول لابنهما شيئا والطفل في الصورة الثانية نعم كذلك أظن أنه يلعب لعبته المفضلة إذن كما قلنا فالصورة الأولى نلاحظ فيها أسرة مكونة من ثلاثة أفراد الأب والأم والابن ويبدو أن الأب والأمة يتابعون ما يشاهده ابنهم على شاشة الهاتف الذكي ونلاحظ على وجه الأم أنها تبدو حائرة ومندهشة إذن نلاحظ في الصورة الأولى أسرة مكونة من ثلاثة أفراد الأب والأم والابن ويبدو أن الأب والأمة يتابعون أو يتابعان ما يشاهده ابنهم على شاشة الهاتف الذكي ونلاحظ على وجه الأم أنها تبدو حائرة ومندهشة بالنسبة للصورة الثانية فنلاحظ طفلا يمسك بلوحة إلكترونية وهو يمارس لعبته المفضلة ويبدو أنه يستمتع بها نلاحظ طفلا يمسك بلوحة إلكترونية وهو يمارس لعبته المفضلة ويبدو أنه يستمتع بها نمر معا إلى السؤال الموالي إذن السؤال الموالي يقول ماذا يمسك الطفل في يده وما الذي يفعله؟ ماذا يمسك الطفل في يده ما الذي يفعله؟ إذن يمسك الطفل بيده لوحة إلكترونية وهو منهمك في ممارسة لعبته الإلكترونية يمسك الطفل بيده لوحة إلكترونية وهو منهمك في ممارسة لعبته الإلكترونية نمر إلى السؤال الموالي لنتخيل حديثا بين الأشخاص الثلاثة في الصورة العليا لنتخيل حديثا بين الأشخاص الثلاثة في الصورة العليا يعني هذه هي الصورة العليا سوف نتخيل حديثا ضار بينهم إذن هذا هو الحديث الذي يمكن أن يكون قد ضار بين الأم والأبي والإبن وأنتم يمكنكم أن تضيفوا أشياء أخرى هذا فقط عبارة عن تخيل عن ماذا يمكن أن يكون قد ضار بين الأبي والأم والطيف إذن الأم ماذا تشاهد يا بني؟ ماذا تشاهد يا بني؟ الأب أمارس لعبة مفضلة يا أمي الأب لعبة ماذا؟ الأب إنها لعبة ممتعة أمارسها منذ ساعتين تقريبا الأم أنت تطيل في ممارسة هذه اللعبة الأب فعلا يا بني فالأطباء يحذرون من ممارسة الألعاب الإلكترونية لوقت طويل الأم نعم فأضرارها خطيرة فقد تفقد البصرة والتركيز نعيد الأم ماذا تشاهد يا بني؟ الأب أمارس لعبة مفضلة يا أمي الأب الأب عفوا لعبة ماذا؟ الأب إنها لعبة ممتعة أمارسها منذ ساعتين تقريبا الأم أنت تطيل في ممارسة هذه اللعبة الأب فعلا يا بني فالأطباء يحذرون من ممارسة الألعاب الإلكترونية لوقت طويل الأم نعم فأضرارها خطيرة فقد تفقد البصرة والتركيز إذن نمر إلى آخر سؤال في أتهيأ للقراءة إذن آخر سؤال هو أقرأ العنوان والجملة الأولى وأتوقع ما سأجده في النص من معلومات أقرأ العنوان والجملة الأولى وأتوقع ما سأجده في النص من معلومات إذن عنوان النص كما قلنا هو الإدمان الإلكتروني الإدمان للإلكتروني الإدمان للإلكتروني نعم والجملة الأولى إذن من خلال العنوان والجملة الأولى سوف نعطي توقعاتنا حول مضمون النص إذن هذه بعض التوقعات أضرار ومنافع الألعاب الإلكترونية الإدمان الإلكتروني العواقب الوخيمة للألعاب الإلكترونية أضرار ومنافع الألعاب الإلكترونية الإدمان الإلكتروني العواقب الوخيمة للألعاب الإلكترونية وبهذا أعزائي عزيزاتي نكون قد أنهينا أتهيأ للقراءة للنص الوظيفي الإدمان الإلكتروني شكرا على متابعتكم ومع فيديو جديد ولا تنسوا دائما الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إلى اللقاء